رحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا مطلب الشفاء في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنزل الضنا والدائي ومنزل الشفاء والدوائي حمدا لمنزل الضنا والدائي ومنزل الشفاء والدوائي من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مس ذا مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء ما احتاج ذو الأشقام للشفاء هذا وإن اليوم ذو أو جاعي مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليهما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر وأشتكي إليهما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرمي ثم بيمني رمضان الأعظمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم وأنزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الدائي ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهلي وأنزل الجود مكان البخلي وأنزل الغنى مكان الفقري وأنزل الشكر مكان الكفري واشفئ جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم هب للذي لا ينفعك فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم هب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنقفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقاء واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميع الناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلكا وجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد نصبي وجعل لنا هنا وهنا حظا داغبطة تفضلا فنحظا وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق وجعل صغيرنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يعين للصغير وجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابري ولا تباغد ولا تنافري حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شف الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيب الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرما ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باشتشفائي ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باشتشفائي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جرجف شيخ أحمد باما خادم ورسول يا الله ننجيك ويا الله في الأويويات بفاو 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 بفاو